ازداد انتشار داء السكري في العوام الأخيرة لأفوق عدد المصابين به 350 مليون شخص في العالم ولم يعد هذا الداء حكرا على الدول الغنية بل انتشر أيضا في المناطق والدول الفقيرة وبات يعاني منه أكثر الناس فقرا وصغار السن بأعداد متزايدة ما يسمى بالنوع الثاني من داء السكري يرتبط بنمط العيش غير السليم الذي يتوافق مع الجينات السيئة فنفرز جينات تخزن الوقود وكذلك بسبب الاستقرار في المدن وعدم تناول الطعام الصحي وبالتالي نحمل البانكرياس والكبد جهدا في إفراز الكثير من السكر الذي يصعب تحويله إلى مصدر للطاقة وللتصدي لهذا المرض يجب العمل على الوقاية منه بإجراء اختبار السكري في وقت مبكر وتوفير العلاج للجميع لأنه لا يزال المرضى يموتون في جميع أنحاء العالم لأنهم لا يستطيعون الحصول على هورمون الأنسلين وبمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكري هذا الجمعة الرابع عشر من نوفمبر ينصح الأتباء الجميع بمزولة أنشطة رياضية بشكل منتظم ودائم